تعال نروح على وزارة الصحة اللي بتعلن استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة منظومة العلاج على نفقة الدولة دي حدوطة عظيمة جدا 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 يجب أن تروى بإسهاب بس كمان أنت هتدخل عليها حاجات جديدة وهتستحدث بروتوكولات للعلاج جديدة بس عشان نفهم أكتر لازم نسمع من دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة منور يا دكتور أنا حظي حلو أقل من 8 أيام أسمع صوتك مرتين يعني أنا أفعد وحظم دائما الله يخليك يا دكتور فهمنا يا دكتور اللي بيجرى يعني زي ما حدقك بكرت منظومة العلاج على نفقة الدولة هي أحد المنظومات التأمينية اللي الحقيقة متفردة عليهم لأن كل المنظومات التأمينية فيها اشتراكات يدفعها المستفيد إنما منظومة العلاج على نفقة الدولة هي منظومة تأمينية لا يدفع فيها المستفيد أي نوع من أنواع الاشتراكات وإنما تتحمل الدولة كامل المفقات بدون أي مشاركة من المستفيد على خلاف المنظومات التأمينية المعتادة على مستوى العالم احنا عندنا توجيهات صفحة جدا من السيد الرئيسة بفتاح سي 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 لي دكتور خارج عبدالغفار بتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة غير القادرين عشان كده كان فيه تطوير خلال الأشهر القليلة الماضية في منظومة التأمين الصحي نتكلم على مجموعة من الأمراض التي تحتاج إلى علاجات هي مكلفة جدا ومفيدة في نفس الوقت في المرضى نتكلم على أمراض الأورام والأدوية البيولوجية المرتبطة بعلاج الأورام نتكلم على الأمراض المناعية والرومتزمية نتكلم على أمراض الزم نتكلم على الكلة والغسيل الكلوي ورفع قيمة ما تدفعه الدولة المقابل للأساس القليل الكلوي بالإضافة إلى علاجات الزهاب الكلوي الذي يصيب الخلايا الكلوية في للبر فهنا النهاردة اللي حصل من خلال الشهور القليلة الماضية أنه بقى عندنا علاجات موجهة للأورام والأمراض المناعية والأمراض الدم بقى عندنا علاجات مخصصة للهبات الكلوية بقى عندنا منظومة أو بقى عندنا تطوير للمنظومة فيه سهولة استخراج القرارات إحنا لقرارات العلاج على نفقة الدولة اللي بتتم من خلال شبكة كبيرة جدا من المستشفىات الحكومية سواء كان تد عدارة الصحة أو جامعية أو حتى مستشفيات القوات المسلحة أو الجهات الأخرى المريض بيروح للمستشفى بيتكشف عليه اللجنة الثلاثية ومن خلال الانترنات ومن خلال الشبكة اللي رابطة ما بين كل هذه المستشفيات وإدارة المجلسة الصبية بيتم رفع التقرير وبيتتم الموافقة في حالات كان المعتاد أنها بيحتاج العلاج إلى عرض على لجنة مختصة إحنا النهاردة زودنا المساحة التي يتحرك فيها اللجنة الثلاثية بدون الحاجة إلى لجنة عليا مجرد ما بيتم رفع التقرير على الموقع شبكة المجالة المتخصصة من قبل المستشفى بيصدر القرار خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة نتكلم في أكواد علاجية خاصة بالتفلج والمتعدد بالأمراض الروم وتزمية بأمراض الدم بالأورام علاج الكلا بالإضافة إلى ديارة القيمة التي تتحملها الدولة في جلسات الهسين دي مجموعة من الأخبار العظيمة جدا 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 يعني بنستحدث علاجات جديدة مكنتش موجودة في المنظومة بنوسع قاعدة تأمين أسف مش تأمين العلاجة عن نفقة الدولة وبنزود حجم الإنفاق عليه أنا عايز أشكرك جدا 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 يا دكتور حسام وشكر موصول حقيقة لكل الفريق يعني اللي بيشتغل معه كل الشكر دكتور حسام عبدالغفار المتحدد باسم وزارة الصحة